وصلت طائرة مساعدات الإماراتية إلى مدينة أم دي جراس في تشاد تحمل طرودا غذائية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ومؤسسة زايد بن سلطان آل انهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل انهيان للأعمال الإنسانية كان في استقبالها ممثلون عن الجهات الإنسانية في الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ويقوم فريق الجهات الخيرية الموجود في أم دي جراس برصد الاحتياجات الغذائية والإنسانية للاجئين السودانيين من أجل توفيرها للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم